السلام عليكم مرحبا بكم معي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفتاحة جيدة اليوم ان شاء الله سنقدم لكم واحد الوصفة لعشاء او غداء اللي كتجي اكثر من رائعة اللي سنستعملو فيها الضرف عادة ما كنستعملو الضرف السلطات اللي هي باردة اليوم ان شاء الله سنستعملوها في اكلة ساخنة وكتجي لديدة بزاف طبيعات الحال كما هنا كتشوفو في الصورة فعندي واحد جوجي البصلة صغر اللي كنقطعوها مرقاق ثم عندي حبة من الفلفل الاحمر وعندي كمية مصدر الدجاج اللي قطعتو قطعة رقيقة ونضفته جيدا وغسلته وعندي علبة ديال بدورة فاول شي كنناخد البصلة كننشلطها مزيان ثم نرققها ونفس الطريقة غادي نقطع الفلفلة وعندي اوحد الفص من التوم بعدها كميت الخضار فتقطاع غادي نقل مقلات فوق النار نقل فيها قليل من زيت زيتون ثم نقل ثم لذي نقطع صدر الدجاج اللي انضفته جيدا وقطعتوا قطعة رقيقة وصغيرها تقريبا عندي 1 تلتمية قرام من صدر الدجاج نقل فيه بأي حاجة لديك نضيف ملح حسب الضوغ ونشحر الدجاج فوق النار متوسطة ثم نضيف قليل من الفلفل اسود او البزار ما يعدلو حض 4 ملعقة 4 ملعقة من سكينجبير نصف ملعقة من الخرقوم البلدي او الكوركم القليل من الشونية او الشجلة الحارة ونسمي العقة من البابريكا نسمي العقة من الكامون هدو ما التوابيل اللي كان روضع في الدجاج وكذلك ممكن تضيفه بودرة التوم بعد ما غدي تشحر شوية الدجاج معا للتوابيل والزيت غدي نضيف لها البصلة والفلفلة فاقلة سهلة و بسيطة ولكن راها كتجي لديدة بزاف كتجي راقية في المنظر ديالها غدي تشوفوها معايا ان شاء الله في الاخير وغدي نخليهم فوق النار غدي نغطيع ليوم نخليهم فوق النار غدي نجهد النار شوية باش ميت القوش لما بزاف كيفما تشوفو بعد ما تشحرط الخضار مع الدجاج كي يجو عليها تشكل كنبقى هكا تنحركو حتى كي نشوفو من الماء فهذا المرحلة غدي نضيف القصبر اللي قطعته رقيق كمية مهمة من القصبر قطعتها رقيقة وضفتها لباقي المكونات كمية مهزة وبدأوا معايا الاخير اختاو الاخير اختاو الاخير سوف اختاو الاخير قطعت الاخير اختار تحتاج الاخير قطعت اختار من الغير غير هو اختار نضيف جمعه كبار من دور المعلبة ونضيف عصير ليمون الحامض سوف نضيف العافية ونضيف النار نضيف النار نضيف النار نضيف النار نضيف النار نضيف النار نضيفه ترجمة نانسي قنقر